اهلا بكم في محورنا الثاني من حلقة الليلة حيث باشر مقاتلون من جيش الإسلام الخروج من دومة آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة السورية بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سنة وأشارت سنة إلى أن حافلتين تقلان مقاتلين من جيش الإسلام وعائلاتهم غادرت دومة على أن تتوجه إلى مناطق خاضعة لسيطرتها شمال البلاد وتأتي عملية الإجلاء بعد اتهامات للنظام السوري بقصف دومة بغازة للنسام الأمر الذي نفته دمشق جملة وتفصيلا نناقش اليوم ما يحدث في دومة وفي سوريا عموما مع ضيفينا الأستاذ عامر التل الكاتب والمحل السياسي أهلا بك أهلا بك بحضورك ودكتور أحمد العمير الباحث في أشياءنا سوريا أهلا بك دكتور أهلا أهلا بدي أبدأ منك الحقيقة أستاذ عامر شو اللي بيصير اليوم في دومة تحديدا وهناك اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ما الذي يحدث؟ بداية ما يحدث في دومة هو عملية عسكرية يقوم بها الجيش السوري لتطهير هذه المنطقة فلا يجوز لأي دولة أن تقوم بتسمح باحتلال منطقة وهي جزء من بلدها من خلال عصابات إرهابية ما يتعلق باستخدام الكيماوي يعني منذ بداية الأزمة السورية ونحن نسمع الفبركات والأضاليل والأكاذيب الإعلامية ولكن ما حصل أخيرا في الغوطة عموما سمعنا قبل فترة بأن الغوطة قبل تحرير حرستة وغير المناطق ويعني قبل أن تبدأ الحملة العسكرية على الغوطة سمعنا بأن الجيش السوري استخدم الكيماوي ولكن تبين أن هذا مجرد أكاذيب والدليل أن الإرهابيين الموجودين في الغوطة خرجوا من الغوطة ولم نرى حالة واحدة تعرضت للضرب الكيماوي ثانيا المواطنين المنطقة أيضا خرجوا وكذبوا كل هذه الأكاذيب وشرحوا بالتفصيل كيف أنهم كانوا يرون الإرهابيين يقومون بفبركة الصور والفيديوهات من أجل نشرها للرأي العام لكن ما حصل في دومة تحديدا بأن جمعية اسمها الخوض البيضاء هي التي فبركت هذه الصور هي التي بدأت بالنشر هذه الصور والفيديوهات حتى بأن وسائل الإعلام الممولة قطريا بعد خروج الفصائل المؤيدة أو المدعومة قطريا لم تعد تذكر الغوطة ولم تعد تنشر أخبار عن الغوطة وفجأة وبقدرة قادر بدأت هذه الوسائل الإعلام الممولة قطريا بالحديث عن أن الغوطة تتعرض لهجوم كيماوي وغيرها من الأمور اليوم مثلا وعندما دخل الجيش السوري إلى دومة ذهب مجموعة من الخبراء الروس ومجموعة من الخبراء الروس والصليب الأحمر السوري ذهبوا إلى مستشفى دومة وتأكدوا من الأطباء بأنه لم تأتيهم أي حالة لها علاقة بالضرب الكيماوي وأيضا إذا رأينا هذه الفيديوهات والصور التي عرضت كيف يمكن أن نصدق بأن طفل ينام على سريره ويعالج بالكيماوي وسريره لم يخربط شيء لم يغبر لا يوجد غبار على السرير وغيرها من الأحيان واضح ووجد نظرك أستاذ عمر أستاذ عمر واضح جدا عملية عسكرية ما يحدث في دومة اليوم لتطهير المنطقة ولا يجوز السماح بالسيطرة واحتلال مناطق تامعة للدولة السورية من قبل أي كان لا استخدام للكيماوي في سوريا وما يحدث أن عملية تحرير لا أكثر ولا أقل وتخرج جمعيات هنا وهنا تدعي ما يحدث ولا حقيقة من ذلك على أرض الواقع وهو مثبت في حرستة وفي غيرها من المناطق التي تم تحريرها بحد وصف الأستاذ عمر وجهة نظرك مساء الخير أولا أنا بدي أرد علىك للأخ تل وقل له أن المسعلي ليست مسعلي التحرير لأنه إحنا الآن على أمام قضية تهجير قصري دومة عددها عشر آلاف الآن اللي بدهم يخرجوهم أربعين ألف مع تسع آلاف مقاتل طب هذول الأربعين ألف هل هم مواطنون سوريين ولا غير سوريين والمسعلي مش فاهم كيف أنا شرح ليها عدد سكان دومة مية وعشر آلاف الآن المتفق على تخرجهم كشعب مية أربعين ألف مع تسع آلاف مقاتل لديهم يخرجوا الآن هيك الآن اتفقوا في هذا الاتفاق اليوم وزير خارجية روسيا أعلن هذا الاتفاق قال بده يخرج أربعين ألف مع تسع آلاف إلى المناطق الشمالية التي هي السؤال الذي يطرح نفسه هل المناطق الشمالية السورية هي مناطق سورية ولا لا المسعلي هي مسألة تقسيم سورية والنظام فقط ما يهمه الآن هو يهمه دمشق أنا أؤمن وأقول أنه ما فيه ضرب كيماوي أنا أؤمن وأقول أنه ما فيه ضرب كيماوي طب هل الشعب السوري يعني اللي بنكتل في الكيماوي يعني هو ذات القتل بس الكيماوي طب هل اللي بنكتل بالسواريخ والطائرات والدبابات هذا مش قتل يعني العالم بس سمح لبشار الأسد ولا زمرت ويذبحوا بكل شيء أما بالكيماوي مش مسموح لك المسألة ببساطة اليوم أعلنها وزير خارجية روسيا قال دخل لاعب جديد معنا في اللعبة ضربة المطار اللي تمت إذن رح نسأل عنها تفصيل لا أريد أن أقول لك هو بقول دولي بتحر أنا أقول يا أختل وأقول لأخوانا المشاهدين لا يوجد دولي في سوريا والدليل على ذلك أنا الآن بشوف إذا بصير مؤتمرات بنشوف إيران وتركيا وروسيا ما بنشوف أي تمثيل سوري إذا بنشوف إذا بنسمع أي شغلة بتصير على سوريا قياب الجانب السوري لأنه لا يوجد لأنه يؤمنوا جيدا أنه ما فيه للنظام السوري واليوم أنا نفسي أسمع اليوم تصريح لمسؤول سوري كله روس بينه بعدين أنت بتقول أنه ما ضربوا كيمو يعني هو الآن الخبراء الروس والهلال السوري بدهم مهم هو الغريم بدهم يصير قاضي مع بعض بدهم يقول ما فيه طب لما طلعوا المسلحين ليش معرضوا حالي واحدة بس خلينا أكمل لك اثنين قطر الآن خارج اللعبة قطر الآن بمشاكلها مع السعودية لأنه جيش الإسلام كما بتعرف محسوب على من على السعودية ويس لا يمكن لا يمكن لا يمكن قطر أنها زي ما بتقول أنت أنا تكون تفبرك قبل شي الآن الجزيرة نكشف أنا أرجوكم أخوان أنا لا أريد أن أكيل اتهامات لأي وسيرة لا لا أنا بقول لك لا لا أرجوكم معلش أرجوكم أنا لست منبرا أنا لست منبرا اتهامات أرجوكم أرجوكم إحنا بنحكي عما أننا عن واقع حال خلي وهذا يتبع لهذا أو ذاك هذا شأنه إحنا بنحكي عن واقع الحال في دوما اليوم تفضل فالمسألة الآن هي ليست مسألة ضربة كيماوي المسألة الآن هي تقسيم سوريا وتهجير والليل على ذلك النظام آمن في هذا التقسيم كيف آمن بالله آمن لما يرحل أنا بدي أسأل سؤال لما يتم ترحيل من دوما مثلا للمناطق الشمالية من منطقة لمنطقة طب هذولا مش مناطق سورية طب أنت كيف يعني أنت بتنكل شعب أربعين أل بدك تنقول منطقة شارية يعني انت حررت وين بدك ترح فيهم هذول هذول مش شعب سوري ومنطقة سورية نعم من الصحيح طيب تتضر أيشه من الصحيح يا سلام يعني أولا عدد المرحلين إلى مناطق الأخرى هم المسلحين وعائلاتهم فقط والدليل بأنه مثلا هو يعني يقول بأنه تقسيم سوريا هذه يعني هذه الإشاعات قيلت منذ بداية الأزمة وقيلت ما بعد الأزمة لحد الآن وهي يعني وأنا أستغرب الدكتور حتى هذا الاتهام انتهينا منه أليس هناك سؤال مطروح اليوم وهو سؤال دائم الطرح أنه ليش يشمعنا كله بتحول على الشمال السوري وعى منطقة محددة بالذاتب المسلحين وهم بأغلبيتهم ليسوا سوريين هم شيشان وسعوديين وقطريين وأفغان وغيرهم من كل الجنسيات نعم طبعا كلهم تجمعوا بعدين بصير في حل إقليمي دولي إلهم يعني بلتقى حل ولكن أنا فقط أنا أريد أن أعلق على موضوع التقسيم وموضوع التهجير هل تعلم بأن الذين خرجوا من حرستة وغيرها من المناطق عادوا إلى بيوتهم هل تعلم بأن عدد الذي قالوا عنهم قبل ثلاث أيام الرئيس السوري نفسه في مدل الشعب السوري قال لن يعود وصادروا أموالهم وممتلكاتهم هذا على صحيح هذا على شاشة التلفزيون السوري أنا سمعته هذا بيان سوري مرسوم يعني ما حدا سمعه إلا أنت لا يا سيدي مرسوم صدر أنا مرسوم جمهوري صدر أيوة أنا بحكي ستة أربعة مرسوم جمهوري صدر بمصادرة أموالهم وبيوتهم وكل شيء ما في رجع لمين مصادرة بيوت مين كل واحد خرج من سوريا لا 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 ليس صحيح الحك يا سيدي موجود يعني هلا وحصر المتضررين ثلاث مليون ثانيا 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 يعني الآن الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون في الغوطة يعني هل هم بشر وسكان دمشق غير بشر منذ ست سبع سنوات وهم يضربون القذائف على دمشق كان حصيلة قذائف التي ضربوها على دمشق 11 ألف شهيد في مدينة دمشق لوحدها 11 ألف شهيد لذلك يعني هذه القذائف اللي موت في دمشق شهيد أما اللي موت في حمص وحماو حلب يعني اللي بنضرب إذا كان مسلح فهو غير شهيد يا سيد أحكي لك شغلي أنا أعطيك معلومة مؤكدة 70% الآن 70% من المقاتلين سوري لا مصحيح مصحيح وهذا كلام وزير خارجية روسيا محة دراسات ألمانية يا دكتور محة دراسات ألمانية الآن 340 340 وزير خارجية روسيا الناتق الرسمي مصحيح مصحيح والدليل أنا أعطي أنا نسيت شكل الوليد المعلم نسيت شكله كان في مسقط قبل أيام و خلينا أنت بدك تحكي ولا بدك تناقش أنا أقول لك تعرف شغلة وحدي تعرف سوريا وحسا صار كدولي النظام نعم ما فيش مرة وحدي بطلع أن المددد في مجلس الأمن بحكي له كلمتين بس سوريا كدولي وكأن نظام وكجيش ما فيه الآن كلها ميليشيات إيرانية مش دكتور فيصل المقدار الدكتور بشار الجعفري هو الجعفري نعم نعم يعني على كل يعني هذا الكلام مردود أولا قبل أيام مثلا اخترحت روسيا على الرئيس بشار الأسد أن يحضر القمة الثلاثية التي حصلت في تركيا وتم رفض الطلب من قبل الرئيس بشار الأسد يعني بشار يرفض الطلب الروسي طبعا طبعا اسمحوا لي طيب اسمحوا لي أنا رح أخرج بالفاصل وبعد الفاصل سنواصل حوارنا حقيقة وسنتحدث أكثر عن مصير دومة إلى أين والضرب العسكرية الأخيرة والصواريخ تسخطت على إحدى القواعد العسكرية السورية فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا نواصل حوارنا واضوفنا الكرام والحقيقة فقط سأستعرض نتائج رسفتاء عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسويك وسؤالنا كان يقول من يتحمل مسؤولية ما يحدث في دومة النسبة الأولية النظام السوري 71% والتنظيمات المسلحة 29% هذه وجهة نظر من أجاب على سؤال استفتاءنا لهذه ريلة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأستاذ عمر الموضوع مش دومة فقط الموضوع في علامات سؤال كبيرة حول رسال المقاتلين وتجميحهم في مناطق محددة وحلول دولية بعض لا يقول حلول يحكي في بصير بالآخر هذه منطقة مستقلة وهكذا قسمت سوريا ليس لم تقسم هذا جانب الجانب الآخر أنه يعني اليوم ذكرنا دومة وحرستة لكل جيش له أولويات في المعركة ومن يحدد أولويات المعركة وهي القيادة العسكرية بالتنسيق طبعا والتكامل مع القيادة السياسية ما حصل في الغوطة يعني بداية تطهير سوريا كل الأراضي السورية من العصابات الإرهابية هم أرادوا بمشروعهم أن تكون دمشق احتلال دمشق حاولوا أكثر مرة فشلوا الآن تقريبا دمشق تأمنت لم يبقى إلا بعض الأجزاء في الحجر الأسود ومخيب من يرموك ويعني يبدو بأن هناك عملية عسكري أو مصالحة وتنتهي يتم تأمين العاصمة كلها ثانيا حول التقسيم يعني لو كان هناك قالوا سابقا بأن النظام سيكتفي فقط بدمشق وبعض المناطق والحرب سيتم صلخة عن سوريا يعني اتهامات كثيرة ولكن الميدان أثبت عكس هذه الاتهامات والدليل بأنه تم تحرير حلب تم تحرير الكثير من المناطق التي كانوا يقولون بأنها هي التي سيتم نزحها أو صلخة عن سوريا الآن أنا أعتقد بأنه العملية العسكرية القادمة كما قلت هي في جنوب دمشق الحجر الأسود ومخيمية مليار موك وفي القلمون الشرقي بقي فلول لبعض التنظيمات الإرهابية يتم نقل الإرهابيين إلى إدلب صحيح ولكن أنا أعتقد بأن هؤلاء سيتم يعني الأعداد التي يقال بأنها موجودة من الإرهابيين موجودة في إدلب هي أعداد مبالغ فيها لأنه يتم تهريب هؤلاء الإرهابيين إلى مناطق أخرى في العالم يتم تهريبهم إلى أفغانستان يتم تهريبهم إلى ليبيا يتم تهريبهم إلى عدة دول التي تريد أمريكا تشغيلهم هناك فلذلك الأرقام التي تطرح هي مبالغ وهم يعني عدد تراكم يعني تم نقل اليوم مثلا 500 إرهابي إلى إدلب وغدا 500 أو قبل أيام عدد معين هم يجمعون هذه الأرقام ولكن الواقع بأن هذه الأرقام ليست صحيحة لأنه يتم نقل هؤلاء إلى مناطق أخرى من العالم وكما قلت أفغانستان وليبيا وغيرها من الدول يتم تسريب هؤلاء المقاتلين إلى مناطق أخرى ولا يبقون في إدلب يا سيد العزيز أولا كيف يتم يعني أنا بدي أسهل لك سؤال كيف يتم تسريب مقاتلين وهم جيش أنتوا بتقولوا أنتوا يعني النظام اللي بتحكوا عنه وكل بقولوا أنه جيش اسمه جيش الإسلام جيش يعني لما تحكي لما أنت تقول عنه جيش إذن جيش مجهز أبس إدلب جيش الإسلام أنا بحكي لك يعني أنا بحكي عن إدلب لا وجيش إذا سمحت إدلب تنظيمات إرهابية مسلحة يعني شو معنا يعني بحمل إذن 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 إنت بتثبت أنه ما في ما في ما في ما في تنظيمات لما تقول تسريبهم يعني بنحطهم بنوديهم يعني أنا بسربهم إذن روسيا بسربهم تثبت وجهت نظري مش وجهت نظرك مش روسيا تركيا التي يتم تهريبه من خلال تركيا يعني إلا نحكي يعني هيك الموضوع أحكي لك شغلي فضل أنا فاهمها اللعبك التالي أه طب حافظها اللعبك التالي أولا اللعب هي ليست لا يعني الهدف من اللعب هي تقسيم سوريا والدليل على ذلك أنا بقول بالتعاون مع النظام وبالتعاون مع إيران ورح هذه هذه أمنيات وليست واقعة أمنيات وليست واقعة 870 ألف إيراني حصلوا على الجنسي السوري الآن وهذا هذا رح 870 ألف إيراني من أين الرقم معلش يعني الرقم يعني معلش مع مضر الرقم الرقم موجود شو الرقم موجود موجود 870 ألف شو الهدف بالله دكتور أنا بقول لك شو الهدف هلأ لما بدهم طلعوا 40 ألف الآن من وين من دوما بدكم وضيفة الوحيدة دوما الوحيدة اللي 100 بالمئة سوريا أولا الرقم الصحيح الصحيح الرقم دوما الوحيدة اللي فيها 80 مسجد سني لا منه نفوت باللغة الطائفية لا أبدأ حكي لك لا لا هل هو الهدف من أقول لك هذا الخطام الطائفي هو اللي وصلنا لهون لا لا طائفية السورة لا لا مش لا 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 بس إذا سمحت أنا 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 بحي أنا بحب سوريا وبحب الشعب السوري إذا بتحب الشعب السوري فأنت لازم تكون حريص لا لا لو سمحت وضد الإرهاب وضد الإرهاب مليون ونصف إيران الآن بجوله في شوارع سوريا أرقام مبالغ فيها يا دكتور هذا ليس أرقام مبالغ فيها ليس صحيحا مقاتل شيعي بحمود دمشي ليس صحيحا الفرقة الرابعة 99% منها كلها شيعة وكلهم هذا خطاب يا دكتور لا يليق فيك هذا خطاب طائفي لا يليق فيك لا يليق فيك يا دكتور تعرف لماذا تدمرت سوريا لما سننا نحكي ونقول مش طائفي يا سيدين أقول لك اللي اليوم نضرب المطار أربعة إيرانيين من عشرة مال طيب مستر يعني شو بدلك طيب شو يعني لما أنت تضرب يا سيدين لما تضرب قلبي على محل من عشرة ينكتلوا أربعة إذن في كثافة مين قال لك أنت يعني عطيت رقم عشرة كل المحطات مقتل واعتبرت إيران قالت مقتل أربعة من خبار طيب مستر صحيح طيب إذن لما من عشرة ينكتل أربعة شو معناته خارقة الديمغرابية الموجودة في البنطقة يا دكتور ممكن تسمعني فضل وفي تواجد عسكرين في إيران في سوريا ما قالوا فيه جيش ولا فيه طنط يا سيدي مين اللي حكم مين اللي حسن بأنهم هذول أنا كنت أوصلك لهون لهاي النقطة 370 ألف 370 ألف يا دكتور ترمي أرقام الإيرانية بقاتلين عسكريين في إيران 370 ألف في سوريا في سوريا وللمعلومية وللمعلومية بس اسمونا هاي الأرقام الجيش السوري الجيش السوري في سوريا الجيش اللي تغنى فيه بشار الأسد 13 ألف بس هاي أسرار عسكري ولله كانك يعني موجود بغرفة العمليات كيف غرفة العمليات يا دكتور احترم عقول المشاهدين لا أرمي أرقام أرمي أرجر ما صادرك اسمح لي أول شيء أرقام محطات فضائية مين أحدين كل المحطات أب haulات معادي 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 لا 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 يا سيد أحكي لك شغلي وزير خرجية روسيا اليوم نفسه نفسه بحد ذاته قال اليوم تصريحه تعرفه قال النظام ما ضرب كما و تعرف ليس قال ما ضرب كما لأنه إحنا أصحاب الشأن في سوريا مش النظام يعني ما بنسبح للنظام شو معناها تصريحات وأرقام خاصة فيك يعني لما يقول أنا لما يحكي يقول بالحرف الواحد يقول لك النظام ما ضرب لأنه إحنا أصحاب السيادة فينه يضرب أو ما يضرب يا دكتور أولا أول الأرقام اللي حكيتها ما فيه لها مصدر وإنت دكتور ويجب أن توثق الأرقام تبعك ترجحها لمصدر ترجع لي للفضائيات الفضائيات زورت كل المواقع السوري صار ضرب المطار ولا ما صار صار ضرب المطار من ضرب المطار إسرائيل إسرائيل ضربت المطار وما بعد ضرب إسرائيل للمطار كما حصل في ضربات إسرائيلية سابقة قوات داعش تحركت إلى المنطقة التي تم ضربها من قبل إسرائيل ظل داعش بسوريا؟ طبعا ظل داعش بسوريا فيه فلول داعش بسوريا فيه فلول داعش بالقلمون الشرقي فلول داعش بسوريا؟ طبعا فيه داعش بسوريا وفيه مخيم اليرموك وفيه منطقة حمص محل ما ضرب اليوم المطار وفيه منطقة حما بعد فلول إليهم وفيه داعش لم تنتهي نهائيا صراع في سوريا الآن أنا سمعتك يا دكتور سرع سرع إيران سعودي إسرائيلي أمريكي روسي تركي يا دكتور خلينا أحكي لك أخذت الوقت أولا خلينا نرجع الأمور لأساسياتها في تصريح لرئيس الوزراء القطري قال بأنه 137 قطر لوحدها أنفقت 137 مليار دولار في سوريا هاي واحد اثنين وين هذا التصريح يا دكتور سابق طبعا سابق حمد بن جاسم صرح بأنه تم دفع 137 مليار دولار اثنين قال بأنه تهريم السلاح والمسلحين كان يتم عبر تركيا ثلاثة قال عندما كثروا الطباخين طاعت الصيدة بالحرف هذا الإطار كثر من يسألون أين كان النظام في سوريا وأين كان الدولة السورية وهذا كله يحدث على أرض السورية يا سيدي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية عندها أعظم جيش في العالم ولكن يتم تهريب من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلين محاربين تم تهريب هجرة غير شرعية بسموها طيب غير هيك عندما احتلت وهو اليوم بالمناسبة سيدي قد اصلاح مخال لا أصلا عمر أرجوك أننا نربط هجرة بعمل بهجرة بسلاح وعتاد بدي أعطيك مثال آخر 170 ألف عسكري أمريكي في العراق ومع ذلك وعندما احتلت أمريكا العراق 170 ألف عسكري أمريكي في العراق ومع ذلك كان يدخلوا مسلحين إلى العراق عبر حدود العراقية لا يمكن لدولة أي دولة في العالم أن تسيطر على كل حدودها أنا أسألك السلاح هذا كلها كل كمية السلاح اللي يوجود اليوم في سوريا كيف دخلت؟ العراق ما دخلوا سلاح هذا كان يدخل سلاح ما ليش؟ كان يدخل سلاح لا ما يمفارقات تسمحني يا سام كان يدخل سلاح تلوا بعض المناطق وبعد أن احتلت هذه المناطق تم تهريب السلاح إسرائيل من المنطقة الجنوبية وتركيا من المنطقة الشمالية أنا أذكر من المنطقة حدودية وأذكرك أن عصاب الدعش الإرهابية عندما سيطرت على الموسط سيطرت على سلاح القوات العسكرية العراقية وحسلت المواقع العسكرية والقواعد العسكرية في الموسط عشان نردح لأمور فقط سمي الأمور مسلحياتها لكن هناك علامة سؤال على دخول هؤلاء المسلحين ودخول هذا الكم من السلاح إلى سوريا إذا سمحت فضل بنا دخول للمعلومية مشان أنا بدي أضيف بس أنت دكتور الأرقام هاي كلها بإثارة واقع لا لا أنا شهادي ما في هاي أرقام وهمية أنا أرجع لها وشوف أرقام وهمية أقول لك أنا بجاوب على سؤال كيف دخلوا النظام لما شاف الشعب السوري كله قام تعرف شو سوى؟ هو اللي فتح الحدود مع تركيا مشان يقول هاي تنظيمة لأنه سقط والله أقول لك والله النظام سقط أول اسبوع في سوريا شو سوى النظام؟ النظام هو اللي سمح للمسلحين يدخلوا من تركيا مشان يدخل السلاح وصير يضرب الشعب السوري شف تصريح حمد بن جاسم حمد بن جاسم ليس رسمي لا 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 مش رسمي بحكي عن دولة لا ما حكى عن دولة هذا حكى معلومة حكى معلومة ولا يصدق عليها تعرف ليش؟ أما بتصدق الفضائيات بتصدخش واحد مسؤول سابق بتصدق الفضائيات حكي لك ليش؟ اليوم ضرب المطار اسمحني يا سعين اليوم ضرب المطار شو بعطي علامة؟ شو دلالته؟ اليوم يساة عامر بقول لك بعد ضرب المطار تحركت فلول داعش للمنطقة اليوم ضرب المطار قال وزير خارجي الروسي دخل علينا لاعب جديد في المنطقة وهي الآن صار مين لاعب الجديد؟ ما صرح مين هو لحد الآن أمريكيا خلينا أقول لك لا تعافظة على المسؤول التي ذكرت الاحتلال يعني يضرب أكثر من مرة هذه ليست المرة يضربوا الاحتلال مين بضرب؟ كان الاحتلال من ضرب لكن عندما يتحدث اللاعب جيد من يضرب؟ خلينا أكمل لك أمريكيا نفت كل اللي موجودين إلهم قوات نفت لحد الآن ما طلع ولا تصريح ولا أي شيء ما بناء إسرائيل ضرب يبدو أنه ما أكدوا وليبرمن اليوم كان تصريح لليبرمن قال تصريح ليبرمن قال بأنه سلاح الجو الإسرائيلي عاد إلى سوريا طيب أنا بدقيقة إلى أن تتجه الأمور في سوريا اليوم بدقيقة وين رايح الأمور في سوريا؟ تهجير قصري وتهجير وتغيير الديمقراط تنتهي الأزمة في سوريا لن تنتهي الأزمة أستاذ عامر عام 2018 هو عام تطهير الأراضي السورية من رجل الإرهاب وسيكون وسوريا موحدة وسوريا المنتصرة وسوريا المتجددة وهذا العام هو عام انتهاء الإرهاب في سوريا مع بقاء بعض الجيوب الإرهابية والفلول الإرهابية أنا بدأ أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام إلى هنا ومشاهدين وصلنا لختام حلقة ليلة من نبض البلد رؤية كما حيتموها كانت ولا تزال واستلقى دائما معكم لكم وليكم في الأردن رؤية نلتقي غدا تصبحنا على الفخير سعمل